اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان بارح انطلقت فعليات الجلسة الابتتاحية للقمة التمنى لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية الافريقية تيكا تامانيا واللي شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وده نيابة عن سيد رئيس عبدالفتاح السيسي القمة شارك فيها ايضا 66 وفد من دول افريقية واليابان ومنظمات اقليمية ودولية خلالنا نتكلم بالتفصيل اكتر عن هذه القمة والمردود الاقتصادي عن هذه القمة مع دكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي سبب الخير على حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا صباح خير يا أستاذ هدير سبب الخير اهلا بيجي دكتور القمة دي بتعقد القمة الاولى بعد جائحة كورونا ويمكن ببساطة عايزين نفاهم الناس المردود الاقتصادي من قمة زي دي على دور القرى السمراء خلينا في البداية نقول ان التعاون مع القوى الكبرى هو تعاون متعدد المحاور بنشوف ان الدول الكبرى اليابان الصين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي دائما ما تسعى الى خلق شراكات مع دول العالم سيما القرى الافريقية القرى الافريقية قرى بكر لها مستقبل واعد لها متعطشة لاستثمارات ومتعطشة للتعاون اذا كانوا الاوروبيين بيهتموا بافريقيا بيعتبرهم ان هم مهتمين بتنمية افريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية الا ان الصين لها اهتمام بافريقيا متعلقة بان يكون لها امتداد واسواق لها وشراكات ايضا الولايات المتحدة الامريكية لها تاريخ طويل مع افريقيا اليابان حضرة بقوة اليابان لا يمكن ان تترك هذا الملعب دون ان يكون لها دور بالتالي فمنذ عام 1993 بدأت اليابان في قمة الاتجاد هي قمة تعبر عن رغبة الصين في ان يكون لها موضع قدم في افريقيا تعاون في افريقيا بدأ الامر بقمة انتهى الامر بان نكون امام منتدى يعقد كل ثلاثة سنوات ترعاها الحكومة اليابانية يشارك فيه رجال اعمال يابانيين الامر تعدى ذلك بان اليابان نجحت في ان تجتزب الى هذا المنتدى منظمات كبرى بيشارك فيه باستمرار مفوضية الحد الافريقي البرنامج الانماء الامم المتحدة البنك الدولي الكثير من الكينات بالتالي فهي قمة يابانية افريقية ولكنها مهم فتحة لمن يريد ان يشارك من المستثمرين ورجال الاعمال وصناع السياسات في العالم هذا الامر اللي طبعا هذه القمة الان بتنعقد بعد تدعيات كورونا انا عايز نفتكر طبعا نزل ثلاثة سنوات شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا عن القرى الافريقية في 2019 في اليابان في هذه القمة لما كنا مصر كانت رئيسة الحد الافريقي ولكن يمكن كان هناك وعود كثيرة وهناك امال كبيرة لنتائج كمة 2019 قدت تدعيات كورونا وحدت من تنفيذ الكثير من التعهدات لان حصلت فترة غلق اقتربت من عامين بالتالي فاننا امام قمة مهمة جدا قمة اتصور ان الجديد فيها محدود بقدر ما كيف لنا ان نفعل ما سبق وان تم طرحه في اطار المستجدات الحالية طيب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في رسالته لو جهة طبعا عبر الفيديو كونفرنس استعهد بدعم دول قارة الافريقية بمساعدات تصل ل30 مليار دولار في اي اطار ستوضع هذه الاموال هو طبعا احنا متابعين زي ان الصين دخلت افريقيا عن طريق مبادرة الحزام والطريق الدول السابعة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية اعلنت منذ اسابيع عن مبادرة الشراكة من اجل البنية التحتية وديا اللي بيتم حجد نحو 600 مليار دولار لضخها في البنية التحتية في العالم وافريقيا لها نصيب كبير من هذا الامر بالتالي اليابان هي الاخرى بتعلن عن 30 مليار دولار لضخهم في القرى الافريقية خلال ثلاثة سنوات هذا الامر يعني انا عايز اقول ان الاجندة الافريقية اجندة واضحة افريقيا عشرين تلاتة وستين اجندة واضحة جدا ومشروعاتها محددة جدا واعرضها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة السابقة بالتالي فنحن امام قمة بتبحث اليات التطبيق يعني انا بشوف ان افريقيا وبنلاحظ كمان من الكلمة اللي القاها السيد الرئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ان المحاور هي محاور افريقية افريقية فرغم ان القمة قمة يابانية افريقية الا ان من الواضح من المحاور اللي عرضها رئيس الوزراء اننا نطلب من اليابان ان تساعد افريقيا لكي تجعلها اكثر استقلالية واكثر قدرة على النجاح يعني حك يعني نقدر نقول ان القمة هتفتح باب من يمكن الخدمات لحشد الخدمات او المبادرات الافريقية لما بنشوف المحاور اللي عرضها السيد الرئيس الوزراء بنشوف ان اول محور واخطر محور هو محور الغذاء كيف ان هذه القارة البكر التي تمتلك موارد كبيرة جدا من امكانيات الزراعة والطاقة البشرية هي قارة شابة لا تمتلك غذائها وتستورد معظم غذائها بالتالي فلابد من ان يكون هناك حلين حل قصير بتوفير سلاسل امدادات مستقرة باسعار جيدة للقارة الافريقية ثانيا على المدى المتوسط كيف ان يكون هناك استثمارات يتم دعمها من الجانب الياباني لكي تزرع افريقيا غذائها وتقوم به هذا الامر اللي بيحتاج تمويل اذا انتقلنا من التمويل الى المحور الثاني اللي ذكره رئيس مجلس الوزراء وهو الديون الديون طبعا بتسكل كهل القارة الافريقية مطلوب التخفيف عن عب الديون عن القارة الافريقية وفي محور اخر كان مهم الحديث عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دي نقطة مهمة جدا كنتلت سعزة الحضرتك عنها احنا عندنا خطة اسمها يوكوهاما يوكوهاما ده شن رئيس عفتاح سيسي مع رئيس الوزراء السابق الراحل شنزو ابي في 2019 لدعم المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر اهمية عرض هذه او الانجازة التي حققته والذي حققته مصر في هذا الاطار في هذا المؤتمر هو طبعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قلية مهمة من قليات صناعة التنمية وكان هناك طبعا علاقة ود جيدة ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء السابق شنزو ابي وكان هناك مشروعات متعددة يعني كمان اذكر اضافة لما ذكرت حضرتك مشروع المدارس اليابانية اللي موجود الجمع اليابانية احنا عندنا تاريخ احنا بنحب اليابان لان اليابان من الدول اللي معندناش معاها ذكريات قليم احنا لما بنتذكر اليابان بنتذكر الابرة الثقافة بنتذكر مستشفى ابرريش للاطفال اللي بتعالج الاطفال بنتذكر كبر السلام اللي اليابان كانت شريكة لنا في كبر السلام اللي بيعبر قناة السويس بنتذكر مشروعات حالية المخط المترو الأنفاء الخط الرابع اللي يتم بالشراكة مع اليابان أيضا المتحف المصري الكبير بالتالي فهناك ارتياح ما بين الشعب المصري بيحب الشعب الياباني وتصور أن الشعب الياباني بيبادله نفس الشيء احنا لدينا بالفعل علاقات اقتصادية كبيرة وتاريخية يعني أنا عايز أقول أن فيه أكتر من 66 شركة بتعمل في مصر المنتج الياباني سواء المستورد أو اللي بيتم في تصنيعه في مصر احنا بنحبه يعني كمصريين دايما الأجهزة الكهربائية اليابانية بالتالي فهناك أرضية مهمة جدا للعمل المشترك مصر اللي يتعاون مع اليابان وهناك خطط مستقبلية مستقرة وانا عايز أقول مش اليابان بس حتى البرنامج الإنمائي لأمم المتحدة نحن لدينا الكثير من الخطط مصر عندما تذهب إلى القمة في تونس لا تبدأ من فراغ لديها بالفعل علاقات جيدة ما بين اليابان وما بين كل المشاركين في القمة الأمور واضحة جدا هي القضية النهاردة إزاي نكمل إزاي أن تداعيات كورونا غيرت من المشهد كيف لنا أن نطبق ما سبق الاتفاق عليه في ظل ظروف جديدة وتحديات جديدة وعالم متجدد هذا الأمر اللي هو مطروح حاليا على هذه القمة طيب يعني لو نلخص أهداف قمة تيكاد تمانية فانت؟ قمة تيكاد طبعا في البداية لما نتحدث عن القمة الحالية لابد أن نقدم كل التهنائة إلى الشعب التونسي وإلى الحكومة التونسية في هذا التنظيم الرائع تونس كانت محتاجة هذه القمة محتاجها على المستوى الشعبي وكيف أن تونس في هذه الظروف أصبحت يمكنها أن تنظر هذه القمة الكبيرة تونس استعدت جيدا لهذه القمة من خلال عرض مجموعة من المشروعات نحو 88 مشروع بتستهدف منهم جذب 2.7 أو 2.8 مليار دولار ليساعدوها في مزيد من الحركة الاقتصادية لما بننتقل إلى هذه القمة أهم شيء بتشتغل عليه القمة وده شيء احنا بيهمنا جدا كيف لنا أن يتم خلق تنمية في إفريقيا بالتعاون مع الجانب الياباني والمؤسسات الدولية تراعي اعتبارات المناخ وده محور مهم جدا لأن مصر تذهب إلى هذه القمة وهي محطة من المحطات التي مصر تشارك فيها استعدادا لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ في نوفمبر القادم هناك مشروعات محددة بتعرضها مصر مصر بتدعم مشروعات التحول الأخضر وما يرتبط به من مشروعات أيضا متعلقة بالتحول الرقمي وكيف لإفريقيا أن تنطلق إلى مستقبل أخضر إفريقيا مظلومة إفريقيا بتتأثر بالإنبعاثات الحرارية دون أن تصنعها كيف لنا أن نتحدث عن ذلك بالتالي فإن مصر بيهمها هذه الملفات إلا أن القمة التكاد مع تعدد محاورها كل دولة من الدول المشاركة بتذهب ولديها أولويات إذا كنت ذكرت أن بالنسبة لتونس لديها ملف محدد بمشروعات محددة بالتالي فإن كل دولة بما فيها مصر لديها ما تذهب إليه لأن هذه القمة فرصة لكي يتم من خلالها لقاءات جانبية كثيرة ومتنوعة ومتعددة ملتقى كبير جدا وهم جدا كل دولة بتأتي ولديها الملف مشروعات محددة بتدخل في استراتيجية إفراقيا 2063 بتتطفق مع استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 إذن مهم أن كل دولة لديها ملف مطابق للمعايير الدولية أما وأنه أصبح مطابق للمعايير الدولية هيلاقي فرصة للتمويل هذا الأمر في إطار أن الحكومة اليابانية لا تأتي بصفتها حكومة فقط ولكنها تأتي بمستحبة شركات ورجال أعمال يابانيين الحكومة اليابانية بتعطي غطاء سياسيا وبتعطي دعما سياسيا وبتشجع الكينات الاستثمارية في اليابان بأن تذهب إلى هذه القمة بترسل إليهم رسالة اتفضلوا اذهبوا إلى إفراقيا نحن نبارك هذا الأمر علاقات اليابان مع إفراقيا جيدة بالتالي فهي رسالة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال يابانيين لدخول السوق الإفراقية عظيم دكتور رايد أعتقد أننا في أشد الحاجة دلوقتي إلى زيادة حجم التبادل التجاري ما بيننا كدول أفريقية وأننا لا ننتظر المساعدات من الخارج بل نعتمد على نفسنا في زيادة حجم التبادل التجاري وأن الوقت مناسب جدا دلوقتي لتفعيل وتنشيط المنطقة المنطقة التجارة الحرة القرية جدا على المستوى التشريع ولكن وده المهم وده اللي عرضه في 2019 للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وده اللي بيأكد عليه الرئيس الوزراء في كلماته نيابة عن السيد الرئيس في أن لكي يتم تفعيل هذه الاتفاقية ولكي يتم تفعيل عمليات التبادل التجاري في إفراقيا نحتاج إلى بنية تحتية نحتاج لدينا مشروعات القاهرة كبتاون طريق البري ربط البحر المتواصل ببحيرة فيكتوريا خطوط سكة حديد نحتاج إلى بنية تحتية تربط ما بين الدول الإفراقية لأن بدون وسائل المواصلات وطرق انتقال جيدة الاتفاقات بتكون صعبة جدا لأن تكلفة النقل بتكون صعبة نحن لدينا ظرف تاريخي مهم جدا لتعزيز التبادل التجاري الإفريقي إفريقي في أن سلسل الإمداد العالمية أصبحت مرتفعة التكلفة يعني لما كنا بنقول أن نحن عشان نوصل لإفريقيا التكلفة كانت غالية لأن النهاردة أصبحت التكلفة للقادم من أماكن بعيدة في العالم أصبحت مرتفعة مع ارتفاع أسعار البترول وأسعار التامين أسعار الشحن بصفة عامة أصبحت مرتفعة فيعتبر عنوان التصدي إلى الأزمة الحالية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أتصور أنه البحث عن حلول محلية وتعاون إقليمي لأن الحلول المحلية الإفريقية داخل الدول الإفريقية ثم التعاون الإقليمي هو شيء مهم جدا لأنه بيساعد على تقسير سلاسل الإمداد كلما تم تقسير سلاسل الإمداد كلما كانت أكثر استدامة صحيح ولكن لكي يتم تطبيق ذلك إفريقيا تمتلك كل شيء ولكنها تحتاج إلى الدعم والتمويل لنقل التكنولوجيا والتخفيف عن كاهلها من أعباء الديون حتى تستطيع أن تنفذ استراتيجياتها للتنمية واللي من أهم محاورها الربط بكل طرق الانتقال والمواصلات ما بين الدول الإفريقية اللي هيكون ده الضمانة الحقيقية لمزيد من التبادل التجاري يعني برأيك يا دكتور نحن بحاجة لمزيد من أليات التعاون سواء على المستوى الأفريقي الأفريقي أو لو نتكلم على التعاون بين القارة السمراء وما بين اليابان ويمكن كما تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد عن مسألة أنه أزمة كورونا وغضحت أنه إحنا بحاجة إلى مدين من هذا التعاون وتحدث عن تدخلات الخارجية وكمان غياب العدلة الاجتماعية وتأثير هذا على القارة الأفريقية بالتأكيد القارة الأفريقية بتعاني من غياب العدلة الاجتماعية ققرة وليس داخل القارة فقط لأن هي زي ما قلت لحضرتك هي بتتحمل مسؤوليات لم تصنعها بتتحمل مسؤوليات متعلقة بالمناخ لم تصنعها بتتحمل مسؤولية أن هي سوق كبير بيهم دول كثيرة أن تظل إفريقيا سوقا لمنتجتها ولكن أن هذا الأمر أصبح في صعوبة شديدة النهاردة العالم بيحتاج إفريقيا زي ما هي محتاجاة لما بنتحدث عن تحول أخضر ومشروعات لصناعة الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأخضر أصبحت إفريقيا منطقة أنسب لصناعات الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا أصبحت أيضا أوروبا في احتياج كبير إلى الطاقة المتجددة يمكن في إفريقيا أن يكون هناك طاقة شمسية وطاقة رياح بالتالي إفريقيا بصرفة عامة وليست مع اليابان فقط إفريقيا الجميع يمد يدهو إلى إفريقيا في هذا الأمر نحن لدينا التزام في إفريقيا بأن نكون جاهزين أو مؤهلين لضخ هذه الاستثمارات هناك عقبات هناك تحديات في هذا الأمر لأن العالم بعد كورونا غير قبل كورونا ما كنا نتحدث عنه في 2019 كمستهدفات لا زالت هذه المستهدفات قائمة ولكن طرق تنفذها هي التي ستكون محل بحث في هذه القمة بحيث أن يكون هناك تواصل ما بين جهات تفكير وصناعة فكر عالمية من خلال مؤسسات دولية رجال أعمال يابانيين وأفارقة موجودين في القمة لديهم رؤى ويأتون إلى هذه القمة باحثين عن فرص استثمارية رعاية حكومية لتزليل هذه العقوبات لأن من ضمن أهداف هذه القمة تعميك الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومات الحكومات الإفريقية وإحنا في مصر ممفتحين انفتاح كبير على أن يكون هناك دور للقطاع الخاص ومشاركة للقطاع الخاص سواء في مشروعات البنية التحتية أو في غيرها من المشروعات القضية النهاردة والتحدي الحقيقي أمام هذه القمة هو صناعة آليات جديدة تتناسب الواقع مع الواقع الجديد لتحقيق المستهدفات المدرجة بالفعل في الاستراتيجيات لتنفيذ المشروعات المتفق عليها إفريقيا إفريقيا هذا هو التحدي الذي يواجه هذه القمة طيب احنا كلمنا عن المردود الاقتصادي هل هيكون لها مردود سياسي؟ اللقاءات طبعا بيكون هناك فرصة جيدة لحل المشكلات للتباحث ما بين العلاقات السياسية ما بين الدول كل تقارب وكل لقاء ما بين القيادات السياسية بتخلق قدر من التقارب لأنه هو الهدف إذا كنا تكلمنا عن الاقتصاد بصفة متخصص اقتصاد لكن هو الأساس أن القمة بتعطي غطاء سياسيا حتى يستطيع رجال الاقتصاد والاستثمار أن يعملوا فهو ده الإطار العام أن اليابان تأتي إلى القمة ومن خلال شركتهم بالتالي فإن السياسة هي في البداية اليابان بتعطي الضوء الأخضر للشركات اليابانية بتقول لهم علاقاتنا مع إفريقيا جيدة نشارك تفضلوا واشتغلوا وبالتالي فإن الغطاء السياسي هو الضمانة الأساسية للعمل التنموي والعمل الاقتصادي والعمل في مجل استثمار نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد جوالله الخبير الاقتصادي نورتنا الصباح أخير شكرا جزيلا شكرا